قدم سواء في مصر أو في الوطن العربي أو في العالم كله هنبتديها مع المهندس خالد مرتاجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ولنشر على تويتر صورة للجمهور اللي حضر مباراة النادي الأهلي والإنتاج الحربي وعلق وقال أعظم جمهور في الكون كمان استفحى رسمان النادي الأهلي على تويتر علاقت على الحضور الجماهيري في المباراة وقالت أجمل ما في المباراة نراكم المباراة المقبلة كمان نروح معيكم بقى لردود الأفعال على أخطاء حكم مباراة النادي الأهلي والإنتاج الحربي نبدأ بكابتن زكريا ناصف اللي كتب على تويتر لا تنتظر العدل في غياب الضمير ولا تنتظر الحق في حضور الجهل كمان علق الفنان نبيل الحلفاوي على موتشم بقرح على تويتر وكتب إيه التحكيم الكفتة ده خمس دقايق إيه ده كل واقع ضاع فيها خمس دقايق طبعا غير الأوفصايد العجيب المستطيل الغامق موضحه لأي خمسة مشاهد دقايق لأي مشاهد خمس دقايق يظهر الحكم مدي معايد بعد الموتش كمان النجم نادي الأهلي السابق إسلام الشاطر فكتب على صفحته على تويتر تعليق على أحداث المباراة قال أداء تحكيم سيء جدا في مباراة نادي الأهلي والإنتاج الحربي دكتور محمد العدل كمان كتب على تويتر على لجنة الحكام والتحاد الكرة ووزارة الداخلية أن ينتبهوا أن هذا التجاوز في التحكيم لا يصح مع وجود جمهور في الملعب والآخر تقوله شعب مشاغب أو شغب في الملعب دلوقتي بقى نروح للصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف ولنشرت صورة من الاستعدادات لصحب قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وكاس الكمفدرالية النهاردة كتبت كل شيء جاهز لقرعة دوري الأبطال وكاس الكمفدرالية اليوم الساعة السابعة بتوقيت القهرة كمان كتب كابتن أحمد شوبر على تويتر اليوم ذكرى رحيل الغائب بجسد والحاضر بإنجازاته ومسيرة أستورية في كرة القدم الجنرال محمود الجهاري نروح لمحترفين وهنبدأ بنجمينا المصري محمد صلاح الصفحة الرسمية للأفريقي الإنجليزي على تويتر بعد إعلان ترشيح محمد صلاح بهدفه في أفريتن جيزت أفضل هدف أو هدف بوشكش طبعا نشرت فيديو للهدف وطلبة الجمهور أن هما يصوتوا لمو صلاح وكتبت تم ترشيح هدف مو صلاح في أفريتن في أول ديربي بيأخوضه الملك المصري لجيزة بوشكش 2018 المقدمة من رفيفة طبعا نحن عارفين طبعا أن محمد صلاح وصل الانبرح لمصر عشان يشارك في معسكر منتخب مصر ونشر صورة لي النهاردة على الانستجرام وهو بيقضي يوم استجمام في الساحل الشمالي قبل ما ينتظم في المعسكر وكتب يوم أجازة في الساحل عمر وردة كمان نشر صورة لي على الانستجرام من مطش فريقه باوك اليوناني قدام تانيانيس في الدوري اليوناني واللي قدر فيه باوك أنه هو يفوز بصعوبة 1-0 وعلق وردة وقال شغف وفوز كبير كمان تريزيجي نشر صورة على الانستجرام من فوز فريقه قاسم باشا التركي على أنقرة وده كان طبعا في الدوري التركي 2-1 المباراة دي أحرس فيها تريزيجي الهدف الثاني لفريقه وعلق وقال الحمد لله على كل شيء كمان نشرت الصفحة الرسمية النادي قاسم باشا على تويتر صورة لتريزيجي وكتبت تريزيجي وكرر نفس المشهد مرة أخرى علي غزال كمان لعب في هانكوفر ويت كابس فكتب على تويتر بعد فوز فريقه على فريق سين خوسي في الدوري الأمريكي الحمد لله فوز مهم قبل العودة لمصرنا الحبيبة وزي طبعا ما احنا عارفين ان خلاص علي غزال تم استدعائه من قبل خفير أجيري المدير الفني المنتخبنا الوطني الأول عشان ينضم لمعاصفة للمنتخب اللي هيبدأ ان شاء الله او بدأ خلاص النهار ده عالميا بقى نشر لويس فارز مهاجم بارسلونا الأسباني صورة لها على تويتر بمباراة فريق وصاد فريق ويسكا في الدوري الأسباني واللي حقق فيها بارسلونا فوز كبير جدا من نتيجة 8-2 وكتب أداء جيد انتصار كبير بيتر تشيك حارس أرسنل الإنجليزي نشر صورة على تويتر بعد فوز الجانرز على كاردف سيتي 3-2 مبارح في الفريق وكتب فوز رائع بموقف رائع من الفريق كله شكرا جماهير أرسنل على دعمك وإلمه معتد كمان نشر مسعول وزار لعب أرسنل الإنجليزي صورة على الأنستجرام النفس المباراة وقال موتش الصعب لكننا استحقنا الفوز سعيد بالاحتفال بمرور 5 سنين في نادي بحصد 3 نقاط صفحة رسمية كمان نادي لابر بورل الإنجليزي على تويتر فهن نتلاعب الفريق ساديو ماني والفاس بجيزة أفضل لعرف الدوري الإنجليزي أو في البريمير ليج في شهر أغسطس ولي بتقدمها ربطة لعبة المحترسين أخيرا نروح لديف الدخية حارس مورما منشستر يونيتد ولي كتب على صفحته على تويتر أداء جماعي 3 نقاط شباك نظيفة وده تعليقا على فوز منشستر يونيتد على بيرلي 2-0 في الجولة الرابعة من البريمير ليج تابعنا بقى معيكو دلوقتي أهم اللي حصل على السوشيال ميديا على تويتر انستجرام وفيسبوك كل اللي قالوا نجوم كرة القدم سواء عالميا أو محليا وردود طبعا أفعال الصفحات الخاصة بالأندية ومحبين الكرة على المباريات اللي تلعبت طبعا على الأداء التحكيني مبارح للحكم إبراهيم نور الدين في مبارات النادي الأهلي والإنتاج الحربي للأسف انتهت بالتعادل السلبي صفر تعادل لم يستحقه النادي الأهلي دلوقتي بقى معادنا مع الفاصل هنطلع الفاصل ده ونرجع نستقبل معاك ودفنا واستاذ عثمان سالم هيكون دفنا إن شاء الله في الفقرة الجاية اشتركوا في القناة